السلام عليكم معاكم سارة من قناتي مطبخ سارة عثية كل سنة من الطيبين وعيد سعيد على الجميع ان شاء الله خلصنا بقى رمضان وحلويات رمضان وحندخل في حلويات العيد كنت نزلت لكم الكحك والبتيفور والبسكوت والغريبة واللان كثير وكمان المعمول والحمد لله بعدتولي عليهم تطبيقات حلوة قوي وناس كتير طلبت مني السابليه فان شاء الله النهاردة هتكون وصفتنا السابليه اللي احلى من بتاع المحلات هنعملوه مع بعض خطوة بخطوة بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات اول بول ودلوقتي يلا نشوف طريقتنا الحلوة مع بعض اول حاجة في العجان بتاعي هضيف السكر معايا كوباية من السكر النعم وعليها هنضيف الزبدة الزبدة لازم نستخدم نوع حيواني يكون حلو ما تستخدميش الزبدة النباتي الافضل الزبدة الحيواني زي ما قلت لكم حطيت كوب ونص من الزبدة او 360 جرام من الزبدة وحبتدي دلوقتي بقى اضربهم مع بعض كويس لغاية ما الزبدة تغير لونها للون الكريمي الفاتح هنبتدي بسرعة بطيئة وبعدين نعلي السرعة بتاعة المضرب عشان تتضرب معانا بسرعة طبعا مش شرط ان انت تستخدمي العجان خالص ممكن تستخدمي المضرب اليدوي وهيكون معاكي كويس جدا هنبتدي ننزل الجوانب طول ما احنا بنضرب عشان نتأكد ان كل الزبدة اختلطت كويس جدا مع السكر هنرجع نضرب تاني لازم نتأكد ان الزبدة اتضربت تماما مع السكر قبل ما نتفي المضرب هو ده درجة اللون اللي احنا عايزينها اللي هي الكريمي هنبتدي بقى دلوقتي نضيف البيض معانا بيضة وكمان صفار بيضة طبعا لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة وكمان الزبدة اللي احنا استخدمناها هنضيف بقى دلوقتي نص معلقة من الفانيليا البودر او الفانيليا السيلة وحنرجع نضربهم مع بعض كويس لغاية ما يختلط البيض مع الزبدة والسكر من بلغش في الضرب اول ما يختفي البيض في خليط الزبدة والسكر نبتدي نوقف المضرب ده شكل الخليط كده بعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين كده جاهز معايا هنزل بقى الحواف بتاعة البولة هنضفها كده من الزبدة وبعد كده هنحضر بقى المواد الجفة مع بعض هنبتدي بقى دلوقتي ببولة تانية نضيف الديقيق انا مستخدمة الديقيق الابيض كل الاستعمالات لو انت ما عندكيش الديقيق الابيض كل الاستعمالات لازم تستخدمي دقيق خاص بالباسكوتات يعني ما تستخدميش دقيق يكون للمعجنات انا ضفت خمس كبايات من الدقيق ولازم كل مرة لما اجي اضيف كباية انخلها النخل مهم جدا عشان بيطلعلي الباسكوتات بتاعتي هشة بعد ما ضفت الدقيق هضيف بقى البيكنج بودر هحط معلقة صغيرة من البيكنج بودر وبرضو هنخلها في الدقيق هنرجع تاني للبولة اللي فيها خليط الزبدة وهنبتدي بقى نضيف عليها معلقتين معلقتين من المواد الجفة وانا هستخدم البدال في التقليب على اقل كده سرعة في المضرب يعني مش هعلي السرعة خالص يدوب يقلبهم لي وابتدي قطفي واول ما يتقلبه كويس بضيف معلقتين تاني لو انتي مش هتستخدمي المضرب الكهربائي تقدري طبعا تستخدمي المعلقة الخشب وتقلبي بها بعد ما ضفت اخر حاجة من المواد الجفة اللي معايا والعجينة لمت كويس هوقف بقى المضرب هو ده شكل العجينة اللي بيكون معانا طبعا بتكون متماسكة يعني ما بتكونش فيه طراوة البتيفور لأ لازم تكون القوان بتاعها ماسك نفسه دلوقتي عن دخلها التلاجة عشان نعرف نشكلها وقدامك طريقتين يا اما تعمليها زي الكورة وتلف فيها في البلاستيك رول ونبتدي ندخلها التلاجة نص ساعة وبعدين نطلعها ونفردها على ورق زبدة بس انا بفضل الطريقة التانية اني بعمل ايه بجيب ورق زبدة وباخد جزء من عجينة الصبليه وابتدي افرده بين ورقتين زبدة بين الشابة كويس وبيكون بسمك نص سنتي يعني ما ترفعيهوش عن كده وما يكونش تخين عن كده وبفرد بقى كزا جزء من العجينة لغاية ما خلص خالص وابتدي ارسهم في سنية كبيرة ودخلهم التلاجة مفروضين يعني زي ما هنشوف كده انا كده خلاص خلصتهم هدخلهم بقى التلاجة مفروضين زي ما انتوا شايفين في الفيديو بعد نص ساعة ابتدي بقى اطلعهم بعد نص ساعة طلعت اول ورقة انا فردتها وهبتدي بقى اشكلها بالطعات الصبليه زي ما انتوا شايفين بتتشال معانا بكل سهولة لانها متماسكة وفي نفس الوقت احنا شلناها التلاجة مفروضة فهنخلص بقى كل الجزء من العجينة اللي معانا ده وخلاص رصناهم في صاج الفرن لازم نرصهم بشكل زوجي يعني يكونوا العدد بتاعهم زوجي عشان هم هيتحطوا على بعد وابتدي بقى الطاعة دائرية اصغر اشيل الجزء اللي في النص الوحدة ووحدة لأ وبعد ما بخلص الصاج كله وببتدي بقى ادخلها الفرن الفرن بقى بيكون على درجة حرارة 180 مسخنين وقبل كده بيدخل على الرف اللي في النص بيقعد حوالي من 10 ل 12 دقيقة المهم ياخد اللون الدهبي من تحت وما نشغلش عليه من فوق خالص طلعنا الصابلي من الفرن بعد ما اخد اللون الدهبي من تحت ولازم يكون فاتح من فوق زي ما انتوا شايفين ونسيبه يبرد خالص ويهدأ قبل ما نحركه من الصاج هو ده شكل الصابلي بتاعنا بعد ما خلصناه كله وهي دي درجة التسوية المظبوطة ليه ان يكون فاتح من فوق واخد اللون الدهبي من تحت وما نحركهش خالص من الصاج غير لما يبرد عشان ما يفتفتش هنبتدي بقى نزينا للتزهين بقى أنا معايا هنا شوكولاتة خام بني وشوكولاتة خام أبيض هبتدي أخذ الجزء اللي فوق اللي هو مفتوح من النص ونزله في الشوكولاتة الوش بتاعه بس في الشوكولاتة وابتدي أصفيه كويس كده بشوكة وطلعه على صوج من السلك لازم نصفيه كويس من الشوكولاتة وهاخد وش تاني برضه يكون اللي هو الجزء اللي فوق اللي مفتوح من النص وهنزلوا برضو في الشوكلاطة البيضة وصفيه كويس جدا من الشوكلاطة هتلعها برضو على السلك تصفي الشوكلاطة الزيادة ودي واحدة من السابلية اللي هعمله لوحده من غير اثنين لازقين في بعض فهنزلها كلها في الشوكلاطة عشان أزينها بشكل الوحده كده والمهمة برضو أصفيها كويس من الشوكلاطة الزيادة باني أخبطها كده على الطبق وهطلعها برضو على السلك بعد ما خلصت كده كل اللي نزلتهم في الشوكولاتة هبتدي بقى زينهم من فوق التزين بقى زي ما انتم عايزين يعني دي حاجة ترجع لكم هنعمل كده ممكن خطوط من الشوكولاتة البيضة على السبلة اللي بالشوكولاتة البني واللي هو متغطي بالشوكولاتة البيضة بعد ما بنخلص التاني بنبتدي بقى نعمل عليه خطوط من الشوكولاتة البني بعد ما خلصنا كل الخطوط كده بقى ممكن بنزين باللولي بتاع الحلويات اللي احنا بنحطه جوه الغريبة وممكن برضو اي مكسرات عندك اي نوع انت تحب تحطيه ممكن نستخدم بندق ممكن لوز يعني دي حاجة ترجع لكم زي ما انا قلت لكم ندخلوا بقى التلاجة لغاية ما الشوكولاتة اللي عليه تتماسك تماما ونزين بقى نوع تاني من السبلة هنعملوا بالمربة والسكر البدرة هناخد كده الجزء اللي فوق ونبتدي نرش عليه السكر البدرة بعد ما خلاص رشناه كويس جدا هنجيب بقى اي نوع مربة تحبوا تستخدموه انا مستخدمة هنا مربة مش مش ممكن تستخدموا مربة فراولة اي نوع مربة وهنبتدي ناخد الجزء اللي تحت ونفرد عليه جزء من المربة بس ما نكترش عشان ما يطلعش برا وناخد بقى الجزء اللي فوق اللي رشناه بالسكر البدرة ونسبتو على الجزء اللي تحت اللي فيه المربة وده بيكون شكله كده وبنخلص بقى كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة يعني ممكن نلزق بالمربة او باي نوع شوكولاتة طلعنا السبلة بتاعنا مية تلاجة بعد ما الشوكولاتة مساكت نفسها واللي كنا عاملينه بالشوكولاتة لزقناهم في بعض بزبدة اللوتس تقدروا طبعا تستخدموا نوتالا او زبدة اللوتس او زبدة فول سوداني اي حاجة متوفرة عندكم وممكن عادي مربة زي اللي عملناه بالسكر البدرة ان شاء الله تجربوه يعجبكم لان طعمه روعة احلى من اللي بنشتريه من المحلات ويا رب كده يكون عيد سعيد عليكم ان شاء الله وما تنسوش بقى تجربوا باقي الوصفات عسبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله تجربوها وتعجبكم يا رب الفيديو بتاعنا للنهاردة يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الفيديو ولو اول مرة تشوفوا وصفاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة كان معاكم سار عطية اشوفكم فاصة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة